المرصد المصري للعلوم وتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي وتكنولوجيا أصدر مؤشر البحث العلمي الشهري الحقيقة أوضح أن 32 ألف بحث دولي تم نشره في المجلات الدولية لبحثين مصريين في عام 2020 بمعدل نمو وصل لـ 25% عن عام 2019 محتاجين أن نعرف التفاصيل مع الدكتور محمود سقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا دكتور محمود تحياتي لحضرتك مساء نور يا فندم لو حضرتك كده اتبشرنا بوضع البحث العلمي والبحثين النصريين المتميزين أكون شكرا جدا لحضرتك ربنا أكرمك هو المرصد المصري لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي طبعا بيتابع التقارير العالمية التي تنشر حول أداء مؤسسات البحث العلمي حول العالم ومن ضمن المؤسسات أو القواعد البيانات العلمية المهتمة جدا هي قواعد بيانات الكوبا فالملاحظ أن عدد الأبحاث اللي نشرها العلماء المصريين في مجلات دولية مرموقة في 2020 زي ما حدثت بذكرتي تجاوز 32 ألف ورقة علمية وده بزيادة 25% عن عام 2019 كمان مش بالعدد بس جاودة الأبحاث ومعادل شبه على مستوى العالم وصل إلى 1.3 من 10 رغم أن المتوسط العالمي واحد المجالات كانت إيه يا دكتور محمود؟ نتميز جدا المجتمع البحث العلمي المصري بيتميز جدا في المدارس الخاصة بالكيمياء وعلوم المواد والهندسة والعلوم البيولوجية والطب والعلوم الزراعية وبيجي طبعا بكل أسف في المرتبة متأخرة شوية هي العلوم الاجتماعية والإنسانية لأن النشر فيها بيكون باللغة العربية معقول كده؟ طب التطوير إيه بقى؟ هل في علاج للنقطة دي؟ آه طبعا بنك المعرفة المصري بيعمل مبادرة مع أكاديمية البحث العلمي والمتوسط العلي للجامعات بتهدف إلى نشر بعض المجالات في العلوم الاجتماعية والإنسانية المتميزة في مصر باللغة الإنجليزية عشان تبقى متاحة للعالم الخارجي ويقدر يستشد بيها لأن طبعا هم اللغة العربية ما بيقدرواش يقروا بيها كويس وبالتالي الاستسهاد بيها بيبقى قليل جدا جدا يعني طب فيه نصيحة كده بتوجهها للبحثين المصريين يا دكتور محمود من خلال هذه النفذة؟ آه طبعا يعني أنا بقول يعني بصراحة يعني عشان كلمة حق أن مجتمع البحث العلم في مصر والبحثين عموما بيؤدوا دورهم على الواكه الأكبر وده اللي احنا بنقدر نشوفه ونقيسه بالأبحاث المنشورة على مستوى العالم ولكن الأهم دلوقتي أو يعني على نفس القدر من الأهمية هو تحويل هذه الأبحاث وهذه المعارف إلى قيمة اقتصادية مضافة اللي هي التطبيق وده اللي كل الدولة وكل مؤسس الدولة بتوليه أهمية قصوى جدا هي تطبيق بخراجات البحث العادي كويس قوي أن احنا ننتج المعرفة لكن الأهم أن احنا نحول المعرفة ونطبقها ونطبقها اللي هو بنقول عليه اقتصاد المعرفة فمش عايزين نفضل باستمرار ننتج معارف جيدة على مستوى راقي جدا بدون استثمارها وتنفيذها على أرض الواقع بالضبط وده بقى مش مسئولية مجتمع البحث العلمي الواحد بالأمانة يعني ده مسئولية جهات أخرى عديدة الصناعة المجتمع عموما المستفيد النهائي من مخرجات البحث العلمي وده اللي الدولة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي حقيقة بتشتغل عليه وعملوا مجموعة من القوانين والتشريعات زي قانون حوافظ العلوم التكنولزي والابتكار اللي هو بيحمس وبيحفظ مجتمع البحث العلمي اللي يسعى لتطبيق مخرجاته عشان هتبقى فيه عواد وكمان ده يا دكتور محمود بيعكس صورة مصر ومكانتها الحقيقة في التقدم العلمي والبحث العلمي بشكل كبير جدا وأكيد الحقيقة يعني احنا محتاجين ان احنا نعمل فقرة كده مع حضرتك وبدعوك لها عشان نقدر ان احنا نوضح اكتر اهمية البحث العلمي بالنسبة لمصر وقد ايه فعلا بيعكس مكانتها للعالم الخارجي بشكل كبير دكتور محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا شكرا جدا لحضرتك على هذه المداخلة وان شاء الله طبع حضرتك معانا فقرة كده نتكلم اكتر بتوسع عن اهمية مجال البحث العلمي في مصر وقد ايه فعلا بيفرق كتير جدا في سمعة مصر الاقتصادية والعلمية